حين انصهرت متارس حمايتها فجأة دون مقدمات حين تأمر عليها غير أهلها لتكون لقمة سهلة وسائغة لعدو تنقب بالدين وانكشفت عورته في صبيحة أول يوم احتلال بزغ في الأفق نخوة رجالها غيرة على عارهم الذي بات مكشوفا فان دون ولي يحميه ويشكل حصنا منيعا ضد أي هجمات يشنها عدو حضر موت في 17 أبريل 2015 غادرت كافة القوات الموجودة في قطاعات شركات كما غادرت مع عسكرات الساحل بالكامل فجأة دون علم وسبق بلاغ وتركت لمصيرها تركت الشركات مفتوحة لمصيرها فيه تحرق شعبي من مجتمعات المحيطة المجتمعات القبلية والحلف وقبائل حضر موت بحكم وتواجدهم في الهضبة في محيط الشركات وقاموا بتغطية هذا الفراغ الذي نشأ حتى لا تتعرض الشركات لاحتلال من قبل العناصر القاعدة أو تدمير أو ما شابه ذلك اللي لاحظنا خلال الفترة 2015 عندما اختلطت الأوراق وتركت حضر موت لمصيرها سلمت للقاعدة وما يسمى بالقاعدة وانسحبت المعسكرات كان الحضور للشكل الاجتماعي وغاب الشكل السياسي وحتى لا يكون مصير ثروات حضر موت كمصير عملتنا المحلية التي ما زالت تعاني الأمرين تشكلت هذه القوات بمبادرة من سكان الهضبة وحلف قبائل حضر موت وترسمت بشكل نظامي في نهاية عام 2015 بدعم من التحالف العربي في الماضي كانت حماية الشركات هي عبارة عن قوة تتبع القوة النظامية السابقة وهذه للأسف يعني هي خلقت علاقة سيئة جدا مع المجتمع لذا صارت صراعات موجودة داخل إلى أن قامت الهبة الشعبية بعد الهبة الشعبية طبعا فيه كانت حتى فيه حتى فيه كانت معارك قامت بينهم وبين قوة الحماية السابقة إلى أن رحلوا بعد أن رحلت هذه القوة تم السيطرة على قطاع الشركات من قبل الحلف على شكل مجامعة قبلية توزعت على النقاط السابقة التي كانت منتشرة فيها القوة السابقة القوة التي تم تدريبها في 2015 نشرت تم تعين الوافرج البحسني أركاء للمنطقة العسقية الثانية قبل التحرير وبالتنسيق مع قيادة التحالف تم سحب أغلب قوة حماية الشركات التي تم نشرها وابقا منها 40% عفواً 40 فرد بدأ حوالي 40 فرد عمسوا القطاعات وتم تدريب قوة جديدة لتغطي هذا الفرق لأن كافة القوة السابقة من الضباط والصف تم تحركوا في مهمة تحرير المكلة ومدن الحضرموت والدواس المجتمع الحضرمي بجميع أطيافه وقف صفاً واحداً إلى جانب ضباط وجنود حماية الشركات حتى اعتبر المجتمع نفسه المسؤول الأول لحماية ثروات البلاد ممن تسول له نفسه ولو حتى التفكير بمحاولة المساس بالثروة النفطية التي تعد شريان حياة الدولة ومتنفسها الاقتصادية نحن كمجتمع في حماية الشركات أعتقد أننا مهتمين بهذا الجانب ونعتبر أنفسنا نحن الحماية الأولى والدفاع الأول للشركة والحمد لله بعد ما تكون البعسكر والقوة حماية الشركات عندنا هنا وبرضه من أبنائنا أصبحت الأمور طيبة جداً في حماية المنشآت النفطية حماية الشركات من قطاعاتها بترومسيلة إلى القطاعات اللي في قطاع عاشرة وقطاع واحد وخمسين وجيبها القطاعات الموجودة في الأرض الأرض متواجدين نحن عليها معروفة طبعاً ما في داعي فصلها لكم فالأمور طيبة ونعتبر أنفسنا نحن كمسؤولين للحماية يعني فيه فرق ما بين أول وبعد أول كان فيه التكاسل وكان فيه ذا الآن ما كانوا أبنائنا موجودين في الحماية وبعد ما تكونت القوة حماية الشركات الجديدة نحمد الله أننا نحن واقفين معهم أبنائنا والأمور طيبة والله الحمد والشكر والشركات ما لا تقصر برضو معنا كمجتمعات محلية في هذا الجانب لا تقتصر مهام قوات حماية الشركات في تأمين الشركات ومنشآتها وممتلكاتها فلتمتد إلى تأمين الهضبة ما بين مناطق الساحل والوادي وتأمين وصول الوقود والوفود إلى تلك المناطق فالفرق شاسع والمقارنة ستكون ظالمة بين قوات لا تنتمي روحا إلى أرض حضر موت وبين قوات النخبة الحضرمية التي حملت أكفانها على أكتافها حماية لثروات البلاد والعباد اشتركوا في القناة